يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 والأهلي ثالث العالم مرة أخرى مرة ثالثة برونزية كأس العالم للأنديع الأهلي حققها اليوم بعد فوس كبير وعريض على نادي الهلال السعودي بربعية نظيفة مباراة خدمته فيها الظروف ولكن الأداء من اللحظة الأولى من الثانية الأولى كان أداء رائع جدا من النادي الأهلي هدف مبكر لياسر إبراهيم وأداء كان رائع جدا في أول عشر دائم من النادي الأهلي قبل حتى الطرد الأول للهلال كان الأهلي مميز وكان الأهلي رائع الأهلي حكاية الأهلي حكاية ودائما نتحدث عن الأهلي هذا النموذج وهذا الكيان وهذه المؤسسة العظيمة على أرض مصر حاجة مشرفة قدام العالم كله من شوية المهانس خالد مرتجي نائب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي قال على تويتر أنه انفنتينو النهاردة قال له أنه الأهلي دايما مشرف القرى الأفريقية ومشرف بلدنا مشرف مصروداء الأهم أنه هو بيشرفنا طول الوقت النادي الأهلي مع كل ظروف في مكان رائع وفي مكان رائع وثبات رائع منظومة رائعة في كل الأزمان دائما النادي الأهلي منظومته رائع بتكلم على منظومة يعني كل الناس اللي شغال في النادي الأهلي تؤدي باحترافية وباحترام وروعة وإنجازات وبطولات النادي الأهلي باليوم مبروك النهاردة أداء ونتيجة وأنا النهاردة واقف عند جزئية مهمة النادي الأهلي دخل هذه البطولة بظروف استثنائية وظروف صعبة جدا مش أقرارها لحضراتكم بس لسه في وداني ولسه شايف بعناية التصريحات العظيمة اللي طلعت من إدارة النادي الأهلي من لعب النادي الأهلي أن مصلحة مصر أولا أن مصلحة منتخب مصر أولا لعب النادي الأهلي اللي كانوا متواجدين في كأس الأمم الأفريقية وافتقدهم الأهلي في أولى المباراة أو حتى مع هذه المباراة بسبب إرهاق أو خلافه النادي الأهلي ما فرقش معاه كل هذه الأمور فرق معاه بس مصلحة مصر والنادي الأهلي معتدين منه على هذه المواقف الرائعة هتقول لي يعني هو كان النادي الأهلي هيقول لا هاخد اللعبة بتاعتي بالعافية لا طبعا ما كانش يعمل كده هل النادي الأهلي كان مثلا ممكن يقدم اعتراض أنه عايز لعبته اللي موجودة في المنتخب ويخدها لا طبعا الأهلي ما كانش يعمل كده لا الأهلي ولا الزمالك ولا أي نادي مصري نادي وطني أي نادي موجود في مصر مش يعمل الكلام ده بس أنا عجبني في النادي الأهلي أنه حتى ملمحش أنه متدايق ملمحش أنه زعلان ملمحش مثلا أو كنا شفنا حاجات كده تتكتب في الإعلام ولا الصحفة أنه الأهلي عايز لعبته طب ما تسيبونا لعب أو اتنين يبقى معنا في الكاس العالم الأندية وخدوا باقي اللعيبة ما فيش أي تلميح حتى ما فيش أي تلميح كان رأي صادق وواضح وصريح أن لعب النادي الأهلي الدوليين اللي موجودين مع منتخب مصر هم ملك المنتخب مصر وأن مصلحة منتخب مصر أهم وبالتالي النهاردة احنا سعداء بالنادي الأهلي وهو يحقق البرونزية برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه الثانية على التوالي فرحانين بالنادي الأهلي لأنه كان له دور محترم ودور عظيم لعب النادي الأهلي أدوا أداء رائع جدا مع المنتخب في كاس الأمم الأفريقية وأدوا أداء رائع جدا في مباراة منتيل الأولى ومباراة الهلال اليوم خسارة قدام بالميرس أنهو حزوزه في المنافسة على المدالية الذهب أو الفضة ولكن الأهلي في مجمل هذه البطولة على ضوء الظروف اللي اتعرض لها سواء بسبب اللعبين الدوليين أو بسبب الإصابات الكثيرة اللي حصلت له قبل هذه البطولة عمل أداء رائع وعمل أداء مميز يستحق التهنئة يستحق التحية يستحق دائما الإشادة النادي الأهلي كل اللعبين